وانه يوميين هاد الناس كيشتغلوا بأي طريقة من طرق اشتغلوا في الزمن وفي الفترة اللي كان عندهم الادوات والامكانيات والقدرة على التدخل والتأثير كانت كانت قائمة وكانت موجودة اشتغلوا بدلوا الغالي والنفس وحاولوا ما امكان انه يدخلوا في شؤون الدغلية المغرب وانهم يسببوا الضرار للمغرب يعني داروا جميع الوسائل وجميع الطرق وجميع الامكانيات ركن تكلموا على الناس ركنوا واحد بقيتها علاقة ديلهم مع نصف الكوكب مع النصف ديل الكورة الارضية راها الاتحاد السوفياتي وقدافي وكوبا يعني العالم الشيوعي كامل كان يقف خلف هاد المشروع ديل البوليزاريو وكان عندو الامكانيات وكيوفر له الدعم وكيوفر لهم جموع ديل الامور ومع ذلك غادي لقاو انه باقت جميع المحاولات ديلهم بالفشل فبالتالي هاد الناس رغم يوميا كيخططوه باي شكل من الاشكال لانه ممسوب بالمصالح المغرب بالسلامة ديل الامن ديل المغرب بالسلامة ديل الاراضي ديل المغرب كيحاولوا ما امكن انهم حتى كيعرفوا انه الصحراء المغربية هي صلة الوصل وهي البوابة ديل المغرب العمق ديله الافريقي وكيعرفوا ان العمق ديل المغرب الافريقي قائم على جوج ديل الحويج الحاجة اللي اللي قائم عليها هي نول مغرب كومينويلت روحي انا دي ما كنتم قول دي القادية كومينويلت كومينويلت روحي بمعنى كنت تكلموا بحل ذكر الكومينويلت البريطاني اللي في مجموعة دي الدول ومجموعة دي الشعوب ودي الأمم اللي مرتبطة بالتاج البريطاني وبالتاريخ الديني دي البريطانيا نفس الشيء بالنسبة للمغربية امارة المؤمنين مرتبطين بها العديد من الشعوب القارة الافريقية وهذه الرتبات ديالهم مش شيء غير رتبات عادية يعني غير لا كيعتبروا انه جلالة الملك كيعتبروا والامير المؤمنين ديالهم كيعتبروا هو الزائم ديالهم والقائد الروحي ديالهم بحال كيف مرحلهم بحال مغاربة كي يعتبروا رسولهم بحال مغاربة وهذا المكون الذي كان في القارة الإفريقية وخاصة في منطقة غرب إفريقيا وحتى بعض الأجزاء في وسط إفريقيا كي يعتبروا أنفسهم بحال مغاربة يبايعون سلاطين الملوك المغربي يبايعون أمير المؤمنين عندهم علاقة مباشرة كي يعتبرون رسولهم مغاربة والسينيغال تحديدا السينيغال بشكل خاص عندنا معهم اتفاقية توقعات واحدة اتفاقية ديال المواطن المشتركة يعني المواطن السينيغالي في المغرب كي يتعامل بحال المغربي والمغربي في السينيغال كي يتعامل بحال السينيغالي توطين مشترك بينهم فبالتالي كانت تكلموا أنه هذا الجانب الأساسي اللول اللي هو البعد الروحي اللي فيه الزوايا بمختلف مشاربها وفي مقدمة الزاوية التجانية بيعتبر أن الزاوية التجانية منتشرة وعمبلها تأثير كبير في منطقة الغربة افريقيا وهذه الزاوية التجانية كلهم المواردين للزاوية تجانية كي يعتبروا أنه المغرب البلد ديال المرقد يعني بحالك تقولوا الفاتيكان ديالهم ديالتيجانيين وفاس في كل مرقد ديال الشيخ الأكبر ديال الزاوية التجانية فهذاً هانه يعرفوا أنه هذه نقطة تقيلة عند المغرب ونقطة قوية عند المغرب ما يقدر يزعزهم إن هذا شيء واحد مع من المغرب أن هذا المكان لماذا يحاولوا دائما ان يقصو المغرب ويقصو الصحراء المغرب على المغرب لبن يعطيعو هذا الترابط مبين المغرب وبين هدى الامتداط المغرب الأفريقية هذا هو أصير لماذا فرنسا صاحبت دولة أخرى في موريتانيا جاءت صحبت دولة موريتانيا خارج التفاهمات خارج الاتفاقات خارج متفاهمة التي تحتمع من مغرب على مياه جاءت بينها معراسة بشكل وحد الجانب وقد اغلت دولة خرف موريتانيا ومش كان أول سلوك وحد الجانب بالمناسبة كانت سلوكات كثير ودرت اوحادية الجانب بذلك الوقاية في فرنسا وكانت دائما المغرب كانت نطافد عليه وقوم مشاكل مع فرنسا احتجت مسألة ديال 1960 ودرت فرنسا هذيك القضية ديال الساة الموريتانية اي فاش تقطع المغرب على هاد الامتداد دياله الاولاد العمق دياله الافراقية ووقعت المشكلة ارى المشكلة اللي كانت وقعت بين المغرب وبين الموريتانية اللي تصيبات في 1960 حتى 1969 هاد المغرب بناها التفاهمات الصلبة مع موريتانيا ديال هاد الموضوع ديال الروابط الروحية بين المغرب وبين سلاطين وملوك المغرب وبين الشعب الموريتاني لا يمكن ان تمس راه الان الان واش عدوا الزاوية تيجانية اشنا هو التقل دياله للحضور دياله اللي كانت في القارة عنه في موريتانيا موريتانية قبائل بأكملها تيجانية وقبائل بأكملها كتعتبر الملك أمير المؤمنين كتعتبر الملك ديالهم كيعتبر الملك ديالهم كيعتبر رسم كينتابيون المغرب قبائل بأكملها كتر من 70% من الموريتانيين كيعتبر رسم غاربة لحد الآن لحد اليوم بسبب هذا الرابط الديني وهذا الرابط الدين الولاء الروحي هذا الشارع كيزعج من الشغير العسكر المرادية كيزعج منهم مولات المفهوم اللي مصيبها المؤامرة كاملة اللي هي فرنسا. يزعجوها فرنسا هاد الموضوع. صيبت دولة في موريتانيا ودارت مكائد كثيرة للمغرب وصنعطيه المشكلة للسحارة الشرقية وصنعطيه المشكلة للسحارة الغربية ومع ذلك ما قدرتش تزعزع هاد الروابط. هاد انا مقدرون. هاد احد مقدر يقرب لها. الان الان واعر بين سينيجال وبين موريتانيا. بين سينيجال وبين موريتانيا. والرئيس سينيجالي مكيسال هو اساسا موريد ديل زاوية تيجانية. وكواقي اعتبر نفسه من الناس لكين تاميه لهاد الولاء الروحي الديني للمغرب. يعني ما شغل الرئيس. ما نقول الرئيس يعني نخبابي اكملها. في الجيش في الدولة في المؤسسات في الأحزاب بين ممشيتي. قبائل. هاد الشيء بالنسبة لهم راكي راكي مردهم. ما نقول الولد كلام باش زيدون مردهم زيدون زيدون نضغطو عليهم زيدون نطحنوهم زيان كتر. وما عمرهم ما غيقدروا يزعزعوا هاد القضية. وما عمرهم ما يقدروا يقربوا لها. حيطرها ما يمكنش نهائيا راهل بالمغرب. واحد البلد اللي قاوم جميع أصناف وأنواع الاستعمار اللي دازت عبر التاريخ حول قاومها. المغربو مش غير قاومها. نجح في مقاومتها لأنه الاستعمار لجا. يعني براجعت الكتابات ديال الناس اللي يكتبوا على الاستعمار. والاستشراق والتغريب. ما شكله لجا أصلا. لجا باش يضرب اضر روابط ديال المسلمين مع بضياتهم. راه راه عشنو. عشنو اللي يعني المسألو فيها. إخوان اللي يخلكم راه الصوت مسموع. لأنك نضل الإخوان اللي كيسمعوا راه الصوت مسموع. ر راجع على الإخوان اللي عندو شي مشكلة في التليفون يصلح مشكلة دياله في الصوت. إخوان أنا ما عنديش ستوديو عندي مكانيات ديال. أنا ما شيفتي. أنا ما شيف تليفزيون. رقاسي في داري. حط طابلت وكان هضرب معكم منها. دعاونوا معنا الإخوان حتى انتم ما بالصوت. راه ما نطلب منكم شي حاجة أخرى. اللي بغا يسمعوا كان مهمة الكلام بالنسبة ليه. يزيد في الصوت. ما يبقاش يعلق لنا على الصوت 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 الصوت. كانتكلم مع المغربة. ما تتكلمش مع الدوبة بالقذر الوسيخ. فهر إخ مع المغربة الصوت. ما يقش يعلق لنا الصوت 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 الصوت. راه أنا راه هذا الشيء لي كيد. هالش يحدث الله. راه ما عندي مندير. راه ما عندي لا مكان عندي بلاتو. ما قال سمعايا. أسميته. راه أنا كان عرف الإعلام وحياتي كل دوزة في الإعلام. راه ما عنديش إمكانيات ده بدينا ندير كتر من هادش يتنذير ده. الصوت مسمو على الإخوان الله يخليكم باتبوقوش هالتعليقة ديال الصوت. ما كانتكلمش على البق ديال العسكر فرنسا الافريقية. لديك بعض المعلقين لي كان عرفون غربها. ما كان كان عرفهم غاربة وكيبقى يعلق تواع الصوت. إخوان لا يردع لكم راها قاد عرفوا الإمكانية واش كنشتغلوه راها تشريع طالله هذا الشي باش خدامين وهذا الشي باش خدامين وهذا الشي باش خداموه دائما يعني باش يكونوا مني راكا جالسين كتشربوا معي واحد القيوة مرحبا بكم انتم ما جالسين معي فضار كتشربوا معي قيوة خليونا فادي المستوى إذا أنا كنتكلم على أنه الذي يعقد العسكر ديال المرادية واللي كيمرد العسكر ديال المرادية واللي كيزعجهم دائما هو هذا المسألة ديال الروابط الروحية اللي كينا بين المغرب وبين الفضاء ديالو الإفريقي ولا بين العمق ديالو الإفريقي وهذا مهم جدا وما قدروش يهرسوه وفرنسا دار جميع المجولات مش تهرسوه ما هرسلوش بل أنه أكتر من ذلك كان بعض الدول الإفريقية اللي جات فرنسا وحاولت ما أمكن أنها تدير فيها أنظمة عسكرية والأنظمة معينة بلا ميزاجة وما هرسلتش هذيك الروابط بينه وبين المغرب دائما بقت الشعوب ديال القارة الإفريقية وصند المنطقة اللي هي منطقة ديال الغرب إفريقية يعني كتتكلم من نيجيريا من نيجيريا وإحنا جايين القبائل بأكمل هي هكا نقول را كتتكلم بلتي أعدادات سكانية ربعا دل مرة كتقدر تتجاوز حتى مئتين ألف إنسان كلهم مرتبطين بالرباط بفاس بالركش ما كيعرفش هو مخومة فيه شي حاجة أخرى كيعرف الرباط وفاس ومراكش وكيعرف مكة هاتشي تيعرف راسو هاتشي دي فيه يعني الروبير ديول والروحيين كيينين فات البلايس فاس ومراكش 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 ومدينة المنوارة ومكة ومكة بحلو بحلق على المسلمين يعني كيف ده كم مسلم تقول لي فين كين عندك الروبي أي مسلم تقول لي فين عندك ده بأي مسلم تقول لي فين عندك يعني الوجهة شنية القبلة عنده يا مكة يعني كل المسلمين كاملين عندهم مكة إضافة إلى مكة الناس دي القرى الأفريقية وغرب أفريقيا وهذا المنظومة كاملة الأفريقية فعدها عنده رأى عندهم الوجهة فاس ومراكش ومراكش ومراكات وصحراء المغربية ومغريب كاملا رأى قبلة أساسية بالنسبة لهذه النسات والتيجانيت تحديدا عندهوا فاس فاس بالنسبة لي هم مقدسة فهذه الناس كل الم تره على هذا الموضوع يزرج جزير فرنسا يدرله مسجل بياه حيث فيجير بياه مجد para shore بالنسبة لها إفريقية هو واحد المكان فيه المناجم فيه الإمكانية الطاقية فيه المعادن فيه كده فيه مطرق كتشوف الأفريقة هكا والناس شعوب الإفريقية بتقافتهم بديانتهم بوجدانهم بأمنهم الروحي آخر همها كيهماش قاعدش لهذا الموضوع كتشوف أنه المغرب بناء علاقته عبر التاريخ عبر العصور عبر قرون بناء مع الشعوب الإفريقية بهذه الطريقة بناء على هذا الموضوع ديال الأمن الروحي والبعد الروحي ومن وراها مباشرة العلاقات ديال الخدمة ديال الشعوب الإفريقية تقديم دعم والسند للشعوب الإفريقية في كل قضايا الحياة يعني أي حاجة المغرب كيوصل لها كيقدمها للشعوب الإفريقية كيتقسمها معهم من الزراعة، الغداء، الأمن، البناء المؤسسات، التعليم، الصحة كي لا يخبئوشين عن الشعوب الإفريقية وعن الأشيقاء الأفريق وكيسميهم صاحب جلال بالأشيقاء الأفريق بل أنه كان شوفوا رجعوا حتى الماضي رغم مغرب من لي خرجوا من منظوات لحدة الأفريقية كان الخطاب لوجهه منظمة وحدة الأفريقية قالوا يوم بدرتوه خرق قانوني، بدرتوه خرقت، خرقت، خرقت